أكثر من مليون نزحاً أوكراني، إضافةً إلى أكثر من ستمائة ألف آخرين، فروا من أوكرانيا إلى البلدان المجاورة، حسب مفاوضية الأمم المتحدة، التي دعات لوجب التكفل بهؤلاء اللاجئين الذين تتزايد أعدادهم يوماً بعد يوماً. رجال ونساء، أطفال وشيوخ، فرضت عليهم الأحداث المتسارعة التي تشهدها أوكرانيا الفرارة بحثاً عن الأمن والاستقرار. جهود دولية تسعى في مشملها إلى استباق الزمن من أجل إغاثة المتضررين في أوكرانيا، حيث أطلق كل من مكتب تنصيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، ومفاوضية اللاجئين اليوم نداء مشتركاً للجهات المانحة، بغية جمع مبلغ قدره 1.7 مليار دولار لتوفير خدمات الرعاية الصحية والتعليم، إضافةً إلى إعادة بناء المنازل المتضررة. كما يهدف برنامج المساعدات إلى إنشاء مراكز العبور لاستقبال اللاجئين إلى كل من بولندا، المجر، ورومانيا، وسلوفاكيا في ظروف جيدة، مع توفير مبلغ 500 مليون دولار للتكفل بهم. أزمة إنسانية تشهدها أوكرانيا بعد مرور ستة أيام على بداية العمليات العسكرية الروسية في أرضها. أزمة تتزايد حدتها وسط مطالب دولية، بالالتفات إلى الوضع الإنساني الذي لا يخص الأوكرانيين فقط.